أوضح الرئيس سيسي أن إنشاء المدن الجديدة هدفه رفع جودة الحياة بما يليق بمصر والمصريين وأضاف الرئيس سيسي خلال كلمته للشعب المصري أن المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما علامة الطريق التي تهدي المسيرة والمسار إنشاء مدن جديدة متطورة في جميع عنحاء الجمهورية لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولاً للانطلاق على طريق التصنيع المتقدم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي شعب مصر الأصيل في الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو العظيمة أجدد العهد معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها أجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائماً علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار أقول لكم أن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يلقبها إن شاء الله سوى الانتصار اشتركوا في القناة